يعني إيه محاجة؟ يعني مجادلة وتكون بين اثنين فأكثر وتكون في مسائد خلافية كل يحاول أن ينتصر ويقيم الحجة على الآخر ونحن كمسلمون نحاجج أهل الكتاب غيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالدليل والبينة وبالتي هي أحسن والمسلم لا ينتصر لنفسه بل ينتصر للحق والحق فقط وإن كان الحق مع الطرف الآخر فيستجيب للحق أينما كان فإن خرجت المحاجة والمجادلة عن تلك الأمور أصبحت مخاصمة ولا خير فيها من أين جاء الرد على دعوة اليهود؟ جاء من عند الله ولم يأتي من عند محمد صلى الله عليه وسلم فجاء الأمر بالتكليف قل ودائما ما يكون الرد من عند الله عز وجل بكلمات واضحة سهلة بسيطة سريعة الفهم أتحاجوننا في الله وتقولون أنكم أقربوا إلى الله وأولى منا بالله بتلك الكلمات الجوفاء التي لا دليل ولا برهان عليها ألكم خصوصية مع الله؟ من يحاجج من؟ كيف يحاجج من هو في الظلمات غارق؟ من هو على الهدى والنور المبين؟ وكيف يحاجج في الله من هو أبعد الناس عن الله؟ أتحاجوننا في الله وقد ترقنا أوطاننا وهاجرنا إلى المدينة لنعلي كلمة لا إله إلا الله؟ كيف يحاجج المفلس في التوحيد؟ المخلص الله عز وجل وكيف يحاجج المحرف لكتبه وعقيدته؟ من هو لكتابه وعقيدته مخلص؟ لا شك أنه الكبر غمط الناس وبطر الحق وكيف يحاجج المفلس في التوحيد؟